قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا فيليب لازاريني ان هناك حربا اخرى تشنها اسرائيل في الضفة الغربية دون ان يلاحظها احد واشار لازاريني في منشور له عبر منصة اكس الى تداعيات العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مخيم نور شمس للاجئين على حياتهم اليومية مضيفا ان المنطقة تحولت الى دمار بعدما كانت تنبض بالحياة وفق تعبيره في مخيم نور شمس للاجئين اخبرني موظف الانروا عن تأثير العمليات المنتظمة التي تقوم بها القوة الاسرائيلية على حياتهم اليومية ما كان في السابق منطقة تعج بالاسواق وتنبض بالحياة اصبح الان في حالة دمار لقد ضمرت المنازل وجرفت الطرق وتم تخريب البنية التحتية الاساسية مثل شبكات المياه والكهرباء الناس يغرقون في الفقر والعزلة وقيود الحركة كلها امور تؤدي الى تصاعد هذه المعاناة والمشهد يتكرر في جميع انحاء الضفة الغربية اي تصعيد اضافي في المنطقة وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية يزيد من الابتعاد عن الحل السلمي لهذا الصراع المستمر منذ عقود اشتركوا في القناة